مع بدء كل عام دراسي جديد في العراق تتفاقم سنوياً المشكلات في القطاع التعليمي مشكلات أخرجت العراق بعد عام 2003 من التصنيفات العالمية لجودة التعليم وما تعانيه المدارس في محافظة التأميم خير شاهد على واقع التعليم الحالي والله الرحلات مفلشة وتعرف كل أربع قدنوا عن الرحلة هاي قفت سنة كاملة قاعد بالقاح رحل مكسرة شباك مكسر تكرم تواليتات الصحيات كلها مكسرت وهذا شسمه المقاسل كلها وصخ الساحة كلها وصخ الصف وصخ تبعاً لهكذا أجواء دراسية يتساءل ذو الطلبة كيف لمنهج علمي يمكن أن يصل بشكل صحيح إلى التلاميذ وكيف للتصنيف العالمي لجودة التعليم أن يقتنع بعملية تربوية غير سوية في العراق ليس هذا فحسب بل ثمت أعباء مالية ومشكلات أخرى يتحدث عنها الأهالي إنه الطب للمدرسة رحلات ماكو إذا كان موجود رحلات فكل أربع طلاب نبات قاعدين سوها فالصفوف اللي تجي عليه من باب التباعد والحج الصحة وغير وما قالت وما أدري شني بالنسبة للتباعد ماكو الكتب كل طالب فالثلاث كتب نقص زيان ابني هذا من يجيب إحنا المعلم والمعلم قال رحي اشتروه اشتروه من السجو زيان أنا زي قد يكلفني مثل أنا هسا عندي ثلاث طلاب ثلاث طلاب إذا كل واحد ثلاث كتب هاي فالثلاث كتب بيأش الكتاب مشكلة المباني المدرسية في التأميم قائمة لسنوات دون حلول بحسب الأهالي يضاف لها نقص في الكتب فضلا عن الزياد عدد التلاميذ كلها أسباب تفاقم المعاناة وكذلك تفاقم المصاعب القائمة في مدارس المدينة وضواحيها وسط إهمال حكومي هو المتهم الأول في انهيار المنظومة التعليمية في العراق